السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايب سلواء النور النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض زي هنعمل شنطة صغيرة ممكن تكبرها لأي حجم انت عايزها بغرزة الفشار شكل الاناناسة شكلها جميل جدا وبخطوات سهلة جدا وزي ما انا قلت لك ممكن كمان تركبي لها كمان سلسلة وممكن تسبيها بس على الروباط كده زي ما انت شايفها وطبعا انا عاملها كده صغيرة ممكن انت تكبرها لأي ماز يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها مع بعض ازاي هنعمل الدايرة السحرية هرتفع تلاتة سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة هعتبر اول عمود هلف الخيط على الابرة وداخل الدايرة السحرية هنعمل كمان خمستاشر عمود بلفة مع التلات سلاسل هيبقى معايا ستاشر عمود بلفة ادي تلاتة اربع خمسة ستة زي ما انت شايفين هكملهم لستاشر غرزة عمود بلفة هشد الخيط بتاعي كده عشان اديق الدايرة بتاعتي وحقفل بمنزلقة في اول ثلاث سلاسل انا بدأتهم زي ما انت شايفين كده بالزبط هاسحب واسحب من اللي على الابرة دلوقتي هعمل غرزة تزايد احنا هنعمل سطر اين لو انت زي ما قلتلك لو حابة تكبري ممكن تكبري تزويدي كمان سطر هرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة هعمل تزايد في كل غرزة هعمل كمان عمود بلفة في نفس المكان هروح على الغرزة اللي بعديها على طول اعمل اتنين عمود بلفة ادي اول عمود وكمان عمود بلفة في نفس المكان في كل غرزة هدخل واعمل اتنين عمود بلفة هيبقى معي اتنين وثلاثين عمود بلفة في السطر التاني هكمل كل غرز بنفس النمط زي ما انت شايفين انا خلصت كده وحقفل بمنزلقة في اول ثلاث سلاسل انا بدأتهم ده الحجم اللي انا عامله لو حاب تكبري ممكن تزاودي كمان سطر كمان سطرين حسب الحجم اللي انت حابها تعملي يعني انت تختاري الحجم اللي انت عايزها دلوقتي هرتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هسيب اول غرزة والتانية في الغرزة التالتة هعمل غرزة حشو هعمل تلاتة سلسلة هسيب غرزة اتنين وفي الثلاثة اعمل غرزة حشو تاني اعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة هسيب غرزة والتانية وفي الثلاثة اعمل غرزة حشو وهكذا حكمل تلاتة سلسلة حسيب غرزتين وفي الثلاثة نعمل غرزة حشو لغاية نهاية السطر زي ما تشايفين كده انا وصلت لنهاية السطر هدخل في الفراغ على طول واعمل غرزة منزلقة طبعا انا هنا عندي نتج فراغات داخل الفراغات دي اللي هنعمل فيها غرزة الفشارة والخيوط طبعا بتاعتنا ندريها اول باول انا هعمل اربع سطون من غرزة الفشارة هنشوف نعملها ازاي هرتفع تلاتة سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة هعتبر اول عمود وداخل الفراغ هنا هعمل كمان اربعة عمود بلفة ادي العمود التاني وكده العمود رقم تلاتة والعمود رقم اربعة والعمود كده اربعة معنا كمان واحد ادي رقم خمسة هاسحب الخيط كده واروح على اول ثلاث سلاسل انا بدأتهم واسحب الخيط من على الابرة كده بالشكل ده هعمل بين كل غرزة فشارة وفشارة اتنين سلسلة هلف الخيط على الابرة واروح على الغرزة الفراغ اللي بعديه واعمل خمسة عمود بلفة ادي رقم اتنين العمود رقم تلاتة العمود رقم اربعة العمود رقم خمسة هاسحب الخيط شوية كده واروح على العمود رقم واحد هدخل الابرة كده واسحب من على الابرة كده بالشكل ده واعمل بين غرزة الفشارة والفشارة اتنين سلسلة وهكذا هكمل في كل فراغ هعمل خمسة عمود بلفة وهقفلهم في غرزة الفشارة زي ما انت شايفين في الفيديو كده وبينهم نعمل اتنين سلسلة واحد اتنين سلسلة هنكمل كده كل الفراغات بالشكل ده انا وصلت هنا للنهاية زي ما انت شايفين عملت غرزة الفشارة بكل فراغ دلوقتي هعمل اتنين سلسلة واحد اتنين وهقفل بمنزلقة في اول سلسلة من السلسلتين اللي انا بدأتهم بين الفشارة والفشار زي ما انت شايفين كده هعمل منزلقة دلوقتي بحالة نفس الفراغ هكمل ارتفع ثلاثة سلسلة وهعمل غرزة فشارة مكونة من خمسة عمود بلفة زي ما انت شايفين كده هادي العمود التاني التالت الرابع رقم خمسة دلوقتي هروح على اول ثلاث سلاسل كده واسحب الخط بتاعي زي ما عملنا في السطر اللي قبلي بالزبط ونعمل اتنين سلسلة انا هنا لا هزود اي حاجة ولا في كل فراغ هعمل غرزة فشارة واحدة بس هعمل خمسة عمود بلفة هادي العمود التاني هادي العمود التالت انا عكي هنا عملت خمسة عمود بلفة زي ما قلنا حدخل في اول عمود ونقفل غرزة الفشارة وبينهم اتنين سلسلة هكمل كده في كل فراغ من غير لا زيادة ولا نقصان في كل فراغ نعمل غرزة فشارة واحدة احنا مش عايزين نزود خالص هنطلع في نفس العدد بتاع السطر الاول انا هنا عملت واحد اتنين تلاتة اربعة هكملهم كده لاربعة وارجعلكو تاني زي ما شايفين انا عملت واحد اتنين تلاتة اربعة سطور من غرزة الفشارة وعملت اتنين سلسلة وحقفل بمزالقة في اول سلسلة من السلسلتين اللي انا بدأتهم وحقفل الشغل زي ما شايفين كده وحقفل خيط بين الغرز طبعا هجيب اللون التاني بقى وحدخل في اي فراغ هرتفع سلسلة واحدة وداخل الفراغ هنا هعمل اتنين غرزة حشب ادي اتنين وفوق غرزة الفشارة هعمل غرزة حشب واحدة هدخل في الفراغ اعمل اتنين غرزة حشب ادي واحد اتنين وهنا في الفراغ اللي هنا اللي بيجي على غرزة الفشارة نعمل كمان غرزة حشب واحدة يعني في الفراغ نعمل اتنين حشب وعند غرزة الفشارة نعمل غرزة واحدة من غرزة الحشب. هي سهلة وبسيطة جدا. كمان الشنطة يعني سهلة جدا. وشكلها جميل جدا. يعني شكل الاناناسة. وزي ما قلت لك انت بتقدر تحبي تكبريها. بتقدر تكبريها لأي مقاس انت حبة. طبعا كله حسب القاعدة اللي هتعمليها في البداية. هنكمل كده. اتنين غرزة حشب. وغرزة حشب وفوق غرزة الفشارة لغاية نهاية السطر. هقفل بمنزلقة دلوقتي بأول غرزة حشب. وانا بدأتها. بالشكل ده. دلوقتي هرتفع سلسلة. وفي اول غرزة حشب. وحنعمل فوقها غرزة حشب. وهنا فوق كل غرزة هنعمل غرزة حشب لغاية نهاية السطر. زي ما انت شايفين كده. فوق كل غرزة حشب نعمل غرزة حشب بواحدة. انا هنا عملت اول سطر وده السطر التاني دلوقتي. هكمل كمان آآ خمس سطور. يعني كمان تلاتة غير ده. هعملهم خمس سطور من غرزة الحشب. من غير لا زيادة ولا اي حاجة بنفس العدد. دلوقتي هنعمل غرزة تجميلية. هنعمل غرزة الحشو العكسية. عشان تدينا كده تجميل للغرزة. وممكن تستغني عن الخطوة دي لو انت مش حابة تكملي. يعني غرزة الحشو العكسية. هسحب الخيط واروح يعني من عكس اتجاه غرزة الحشو العادية. نعمل في كل غرزة ندخل ونسحب الخيط ونعمل غرزة حشو عكسية. كده لنهاية السطر. بالشكل ده. فوق كل غرزة نعمل غرزة حشو عكسية. هيدينا شكل زي ما انت شايفين كده. شكلها جميل جدا. هكملهم لاخر السطر. انا وصلت هنا للنهاية. هسحب الخيط كده. وحقصه. بالشكل ده. وطبعا الخيط ده نخفيه بين الغرز من جوه. وده شكل الغرزة التجميلية بتاعتنا. دلوقتي هنعمل الرباط. هسيب مسافة من الخيط كده. واعمل سبعين غرزة سلسلة. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. خمستاشر. هكملهم لسبعين غرزة. زي ما شايفين. انا عملت سبعين غرزة سلسلة. وطبعا حسيب برضو مسافة من الخيط كده. وحقص الخيط بتاعي. انا سبت المسافة دي عشان عايزة اركب عليها الخرستين. وانا هنا لضمت الابرة من الناحية التانية. هروح هنا. هسيب غرزة الحشب التجميلية. وحنزل على الصف التاني. يعني بين الصف التاني والتالت كده. هدخل الابرة. عشان ادخل الرباط بين الغرز. زي ما انت شايفة كده. اهم حاجة ما نطلعش يعني من نفس السطر. يعني لا ننزل تحت ولا نطلع فوق. دايما ناخد بالنا ان احنا نحط الابرة يكون على نفس اه صف اللي احنا بندكك فيه الرباط. زي ما انت شايفين كده. دككت الرباط كده. دلوقتي هركب الخرزة. هجيب خرستين. واسحب الخيط بتاعي من داخل الخرزة. هدخلها شوية كده بس عشان ايه اعرف اربط. اعمل عقدة. عشان الخرزة ما تقاش من الخيط بتاعي. هعمل كزة عقدة يعني تلاتة اربع. يعني حسب انت حتشوفي. وانت بتعملي العقد دي. الخرزة بتاعتك اللي ما تطلعش من العقدة بتاعت اللي انت عاملها. بالشكل ده. انا خلاص كده ركبت الخرستين من الناحيتين. هجيب المقص هوصل خطيوت الزيادة اللي بقت عندي. بالشكل ده. هتشدي طبعا الرباط بتاعك وتقفلي الشنطة الصغيرة الجميلة دي. شنطة سهلة وجميلة جدا. وممكن تضفلها انتي زي ما انا عاملة. يعني في التانية ممكن تضفلها كمان سلسلة من جوة تدخليها. لو انت حبة. ولو مش حبة ممكن تخليها كده بالرباط بتاعها كمان شكلها جميل جدا. بس لو حتت سلسلة برضو حتطلع احلى من كده. يعني ممكن تستخدميها في النحيتين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم.